أسليب تصدير المشهد تتعدد أسليب وأشكال تصدير المشهد النهائي حيث يمكن التحكم في شكل التعبئة وشكل الحدود وشكل الطبقات أمامنا مشهد في شكل طبيعي ولتغيير أسلوب عرضه ننقر على قائمات File ونفتح إعدادات المشروع Project Settings وفي نافذة الخيارات 3 قوائم لأسليب التعبئة والحدود والطبقات نفتح التعبئة ونختار بلا تعبئة فيظهر المشهد بهذا الشكل نختار أسلوب الخلفية نختار الخلفية الشفافة أسلوب ألوان الشمع أسلوب لسكتش أسلوب ألم التلوين نخلي التعبئة نن لمعينة أسليب الحدود اختيار الحدود نن مع التعبئة نن سيؤدي لاختفاء المشهد نختار أسلوب لسود الأساسي خطوط السكتش ألوان الشمع ألم التحبير أسلوب التبشير وهو يناسب أكثر مع خلفية سوداء ومن هذه القائمة نجعل الحدود سقيلة أو خفيفة بظل ترجمة نانسي قنقر